وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة من ضبط 372 قضية تموينية بمضبطات قرابة الـ 415 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 381 طن سلع وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 13 طن أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من 13 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 431 قضية من بينها 93 قضية خبز ناقص الوزن و12 قضية خبز غير مطابق للمواصفات اشتركوا في القناة